مرحبا شعر 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 ستسوي ستسوي شعر اسمهم واسم الجمعية او الجهة اللي جاين منها بش نعرفوا بعضنا اكثر ممكن احكي سامعيني شكون معايا شكون ليتكلم منيش عارفة مين انا معالي نعيمات من اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة من الاردن مرحبا استادة معالي مرحبا لكم كلكم الله يخليك شكرا نحنا ننتظروا فقط دقيقتين ومبعدين ممكن ننطلقوا في الورشة اليوم اهلا بيكم مرحبا بالجميع مرحبا 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 سمية مرحبا سمية اهلا بيكم مرحبا سمية حتى نحنا حدناحيية ل sociaux مرحبا سعد الديبي من الساوار سعد الديبي من الساوار مرحبا بكم الناس الكل يظهر لي ان احنا نجمو نبداو الورشة متاعنا اليوم نحب نرحب بكل الحضور ممثلين وممثلات على كل المنظمات الدولية والإقليمية وكل جمعيات الشديكة والصديقة لمركز المرأة العربية للتدريب والبحث قبل ما ننطلق في تقديم الإطار العام للورشة نحب نقول بالنسبة ترجمة نانسي قنقر 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 Et en fin de compte, on va présenter notre Causar Clearing House, fondé sur la violence, fondé sur le genre dans les espaces universitaires. Les présentations ne doivent pas dépasser 15 minutes. On va commencer par l'ouverture et je vais donner la parole à Madame Sukaina Burawi, qui va ouvrir cette séance. سباح الخير جميعا جسو واتلا بيانفنو أتو ميكوليغ يا أمي إذن سأتحدث بالفرنسية أود أن أدقق لكي تستمعوا إلى اللغة العربية يجب أن تفغطوا على الزر أو اللوحة المكتوب عليها إنجليزية إذن رحبت بالجميع وأنا مرتاحة شديدة الراحة لأن جميع الحضيرات هنا منخرطات في هذا العمل لن أطيل كثيراً ولكن أود أن أقول أولاً أن الأمر يتعلق بلحظة هامة جداً في تاريخنا لأننا نعيش هذا الوباء ووباء الكوفيد وهذا الوباء يؤثر ويخلق نموذج جديداً نحن في فتر التغير قيم إذن تغير في البنيات الاجتماعية والذهنية وفي العلاقات والمشكل أننا لكي نعي بل حتى نعتقد هذه الفكرة أن القيم الإنسانية يجب أن تخرج من هذا الوباء وتبرز ولذلك فأن تغيير هذا البراتيجم يحمل كثيراً من الأمل ومن الإنسانية وهذا أمر جديد علينا والنساء مثلنا 50% من المجتمع ويجيب أن يكون لنا دوراً مؤثراً على باقي المجتمع ومن المفرح جداً أن حتى بعض الرجال أصبحوا يتحدثون حتى في الحصص التلفزيونية عن العنف ضد المرأة ونحن بدأنا نتجرأ على الحديث على العنف ضد النساء في الجامعات وفي الفضاءات العمومية لقد قضيت شطراً كبيراً من عمري في الجامعة ولم أكن أعتقد أنه ثمت عنف في الكلام وعنف جسدي وجنسي في الجامعة ربما كنت ساذجة ولكن هذا لا يعني أنني لم أسمع بتاتاً ولكن هذا المستوى الكبير لم يكن حظراً في ذهني وبعد ذلك بدأت أكتشف أن الفضاء الجامعي لا يحمي المرأة أكثر من الفضاءات الأخرى النقطة الثانية عمليات تدريب على إيصال هذه المقاومة ضد العنف ضد المصالة على النساء ودراستنا الحالية الخاصة بالعنف المصالة على النساء في الجامعة هي دراسة مجددة وأعتقد أنها تقدم نموذجاً لما يجب أن نقوم به في جامعات أخرى أعتقد أن هذه الدراسة تمثل قاعدة لمناصرة المرأة والتصدي للعنف المصالة عليها في الجامعة الجانب الثالث أننا سنقدم نتائج الدراسات وقد قدمت لنا الطالبات العديد من التوصيات العملية والأمر الثاني أن العديد من الجامعات التي لم تكن ربما تفتحوا أبوابها لمثل هذه الدراسات ولا تؤمنوا بها أصبحت أكثر انفتاحاً الآن بما في ذلك الجامعات التي تهتم بالمالية وبالجباية ومعهد الفنون إلى غير ذلك وقد استجابت الطالبات لهذا الاستجواب والأمر الثاني إذن لقد حققنا هذا النوع من التحسيس إذا هذه المسألة والأمر الثاني أننا سجلنا خمسين فيديو للطالبات اللواتي أدن العنف ربما على المستوى الفني والتقني هذه الفيديوهات ليست مثالية وكاملة ولكنها تشجعنا على المضي قدوماً في هذا الاتجاه هو النجاح الثالث الذي حققناه أنه على مستوى وزارة التعليم العالي نقدم لها الشكر ففي البداية ترددت في تقديم طرب لدخولي للجامعات وإجراءي مثل هذه الدراسة ولكنني تم تجيعي من الأستاذة العميدة ليلة شعبان والتي أشكرها جزيلة الشكر وقد طرقنا باب الإدارة لإجراء هذا البحث وإلى جانب وزارة المرأة وكل الشركاء وجمعيات المجتمع المدني هناك انخراط في هذه المسألة وقد اشتعلنا سوية على أعداد هذه الدراسة وفي النهاية أشكر كل فرق البحثين وكل الشركاء كذلك أشكرهم وأشكر كل طلبة وأشكر بالذات السيدة لما الخطيب من الوسف التي تدعمنا منذ سنين طويلة وقد كانوا يغفرون لنا هذه الجمعية تغفر لنا ربما بعض التأخر في أعداد الدراسة وكانت تشجع الشبان على القيام بهذه الدراسة وأشكرها من كل قلبي لأننا بدون هذا الدعم لما وقفنا على تغيير هذه النماذج وأود أن أقول أنه منذ ساحق الزمان هناك سيطرة من الرجال على النساء هذا الأمر ليس جديداً ولكن علينا أن ننعذي لها ضد هذا العنف المصالة على الدراسة من أي مكان الجام من جنوب تونسيا أو من الشمال أو من بلدان إفريقيا أو غيرها لا أستمع إليها بشكل جيد سيدة سوكينة بوراوي شكراً donc je remercie le centre Kawsar qui a élaboré cette étude et comme vous venez de le dire cette étude n'a pas ou cette thématique n'a pas été largement étudiée dans les pays arabes et je crois que c'est une thématique très sensible il s'agit de l'espace universitaire qui n'était pas accessible à l'étude d'autant plus qu'il s'agit de la violence parce que nous avons toujours considéré que cet espace est un espace privilégié l'espace des élites et de la transmission des valeurs et du savoir c'est pour cela que l'étude sur la violence était une étude représentait un défi elle est une étude innovatrice il faut dire que nous avons trouvé d'autres études à Genève, en Éthiopie, en Afghanistan mais dans le monde arabe je crois que nous avons intérêt à pousser loin la recherche dans cette perspective je ne sais pas si Mme Lema Al-Khatib est présente avec nous ou quelqu'un qui représente l'OSF est-ce que Hedia, vous avez une idée ? si Mme Lema Al-Khatib est présente avec nous est-ce qu'elle s'est rejoint avec nous ? non, je ne pense pas qu'elle est présente avec nous je crois qu'elle a d'autres engagements donc je vais exploiter donc ce moment pour présenter ce projet parce qu'on n'a pas eu le temps de présenter ce projet comme à élaborer entre KAUSAR et l'OSF et ce projet avait pour objectif donc élaborer un certain nombre d'informations sur la violence fondée sur le genre dans les espaces publics à travers la production de certains mécanismes de sensibilisation et de communication donc mais il y a d'autres objectifs spécifiques c'est renforcer les compétences régionales et nationales dans le cadre des recherches actions sur la violence et la production du savoir sur cette thématique la violence donc dans les espaces publics et universitaires spécialement et dans ce cadre nous avons présenté un rapport sur la situation en Tunisie un deuxième sur la situation au Maroc puis un rapport synthétique sur la violence subie par les femmes dans la région donc au niveau régional en plus en plus de la production du savoir nous avons enrichi et une plateforme dans le centre dans le cadre plutôt de Causer Hering House relative à la violence subie par les femmes dans les espaces universitaires donc nous avons des matières très diverses sur cette plateforme l'autre objectif spécifique c'est développer les politiques pour lutter contre la violence subie par les femmes et surtout le harcèlement sexuel en présentant des preuves qui étaient données par cette étude nous avons organisé un focus groupe régional sur la thématique en présence de certains étudiants et un autre atelier de formation en Tunisie où nous avons présenté l'application Safe NES j'ai voulu aussi apporter notre méthodologie qui a été adoptée dans ce projet il est devenu une habitude pour KAUFAR c'est d'adopter donc une approche participative c'est pour cela que nous avons collaboré avec le ministère de la femme avec le ministère de l'enseignement supérieur et avec d'autres associations des universités que je remercie des experts expertes en plus des universitaires hommes et femmes et étudiants nous avons consulté aussi un comité scientifique que madame Soukaina Bourawi a remercié mais je voudrais réitirer ces remerciements parce que leur apport enrichi cette étude et nous avons organisé plusieurs réunions auxquelles ils ont assisté et je je voudrais remercier madame en plus en plus du comité scientifique nous avons aussi élaboré un comité technique qui a assisté à plusieurs de nos réunions à toutes les étapes de cette recherche donc depuis les premiers rapports brouillants si je pourrais dire au rapport final en plus d'autres associations madame Galoul madame Fathia Hizm de Sousse Messieurs les doyats et je voudrais remercier Monsieur le doyat Montassar Wardi de la faculté de droit des sciences politiques qui nous a ouvert les portes de la faculté de Sousse il en est de même que Monsieur le doyat de la faculté des lettres et sciences humaines de Sousse qui nous ont présenté un soutien indéfectible et surtout aux chercheurs et aux experts et je voudrais insister sur le fait que deux groupes ont travaillé d'une manière intense et sérieuse quelquefois dans des conditions très difficiles à cause des conditions ou des universités telles que les grèves des universités et je voudrais remercier Monsieur Maher Trimish et Madame Ouna Ben Ammar et tous les étudiants et étudiantes qui ont participé à toutes les étapes de ce rapport et qui ont sacrifié de leur temps et qui nous ont lancé des ondes positives pour aboutir aux résultats de cette recherche et je remercie bien sûr Madame Sokai Nabouraoui qui a chapeauté ces rapports Donc Madame Khaoula Almatri devait présenter le premier rapport mais j'ai voulu présenter la problématique et les questions posées par cette recherche donc le pourquoi ou le but de ce projet et je dois dire que l'espace public est régi par certains critères sociaux et culturels mais régi aussi de certaines représentations et surtout concernant les femmes ainsi donc cette relation entre l'espace public et l'espace universitaire présente certains problèmes mais aussi il y a des aspects communs c'est cette violence fondée sur le genre parce que les femmes qu'elles soient dans le milieu universitaire ou dans l'espace public évoluent dans un milieu à risque d'autant plus qu'elles sont plus ou moins exclues de cet espace et on pourrait dire que l'espace universitaire spécialement d'après sa nature est censé être un espace sécurisé et présenter la protection toutes les formes de protection pour les femmes parce que l'université est un espace de la production du savoir et des valeurs mais en revenant aux études sur ces thématiques on a le droit de poser la question est-ce que cet espace est réellement un espace sécurisé un espace seulement de production du savoir et des valeurs humaines et est-ce que cette représentation idéalisée est réelle et est-ce que l'espace universitaire est moins hostile que l'espace public est-ce que l'espace universitaire n'est pas un petit micro société qui représente les mêmes problèmes et les mêmes caractéristiques que l'espace public est-ce que l'université produit un certain type et certaines formes d'inégalité que subissent les femmes et que l'université reproduise les relations hiérarchiques où la femme ne se situe pas au même niveau que les hommes avant de passer à la méthodologie générale adoptée par ce rapport je dois définir l'espace universitaire il ne s'agit pas seulement de l'espace des classes ou des amphithéâtres mais il s'élargit il couvre les restaurants universitaires les jardins les bibliothèques les foyers etc donc l'espace universitaire couvre tous ces différents espaces où évoluent les étudiantes et nous avons adopté dans cette étude une méthodologie spécifique pour adopter spécifique recherche action Faisa Benahdid a donc proposé la méthodologie que nous avons présenté et appliqué au pays selon leurs spécificités pour la Tunisie nous avons élaboré une étude avec un préambule qui présente le contexte général de la Tunisie y compris les indicateurs sociaux culturels les statistiques relatives à la violence à l'encontre des femmes les réglementations et les législations concernant la femme puis un autre aspect bibliographique qui relate tout ce qui a été écrit et établi sur cette thématique et parmi ces études donc les études élaborées par le crédif par l'association des femmes démocratiques etc et la troisième composante de cette étude c'est une étude empirique et là cette étude empirique elle s'est faite à la faculté de Sousse à l'université pardon de Sousse qui couvre quatre facultés donc la faculté de droit et sciences politiques des lettres et sciences humaines l'institut de Beaux-Arts et l'institut des finances et de la fiscalité donc nous avons interviewé 20 groupes d'étudiants et 6 cadres administratifs donc en plus des entrevues approfondies nous avons établi des groupes focus avec les étudiants les 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 professeurs les universitaires et les les cadres administratifs ont participé à ces focus groupes 39 personnes et ça a été donc organisé en collaboration avec certaines associations telles que l'association des femmes démocratiques de Sousse et l'Union Nationale des Femmes Tunisienne et cette étude a couvert les différents indicateurs relatifs à la violence fondée sur la femme et deuxièmement comme je viens de le dire une bibliographie sur cette sur cette thématique ainsi que les 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 articles de presse et nous avons aussi organisé des des focus groupes ceci donc a été réalisé que ce soit au niveau de la faculté de droit des sciences politiques ou des sciences humaines et des lettres et des autres instituts ciblés donc avec le même nombre de focus group et de et d'entrevue je ne sais pas si madame Khaoula Almatri est présente avec nous pour qu'elle puisse nous présenter le rapport tunisien donc madame Khaoula elle a un problème de connexion internet donc on va commencer avec madame Mouna Ben Ammar qui va présenter le rapport qui couvre la situation au Maroc en attendant madame madame Khaoula Matri donc vous avez dit une minute madame Mouna Ben Ammar Mouna Mouna وعلى التقديم العام الذي قدمتها كما أشكر السيدة سليمة التي قدمت بعض أبعاد البحث المعد حول وضع العنف المصالح على النساب الجامعة في تونس وبنسبة لتقرير المعدة في المغرب أود أن ألح على النتائج لقد كان التموح هنا هو أن نتوصل إلى نتائج مقاربة إلى ما توصل إليه التقرير في تونس وكان الهدف هو دراسة التمثلات التي حصلت للمستجوبين بالجامعات في علاقة بمسألة العنف الوضع سيء جداً لا أكاد أسمعها لقد كانت هذه الدراسة محدودة وكان أملنا أن نوسع هذه الدراسة على المستوى الوطني وأود أن أتوقف عن نتائج الهمة المدخل بالنسبة لنا هو كان تمثل وتصور العنف داخل الفضاء الجامعي وتحصلنا على بعض الإحصائيات ولكن كيف نقرأ هذه الإحصائيات؟ وهذه الأحصائيات تعلق خاصة بالعنف المسلط في الفضاء العام تعلق الأمر بعنف جسدي نفسي أو جنسي وكان ما وقفنا عليه أن الفضاء العام هو الفضاء مخاطر يمثل مخاطرة جمة بالنسبة لأن النساء تجاه لا مبالات الجميع إذا العنف المسلط على النساء هناك لا مبالات وهناك أيضا عدم السعاف من يدركهن هذا الخطر ويصلهن هذا العنف ويقعن ضحايا له طبعا كل هذه الإحصائيات وكل هذه البعضيات ستنشروا لاحقا ولكن ماذا عن العنف داخل الجامعة المسلط على النساء؟ هل فعلا هناك عنف؟ هذا السؤال هو سؤال مشروع لأنه كما قالت سيدة سليمة هو فضاء مبجل وهل يمكن اعتباره فضاء عاما ولكن ما لحظناه أن هناك مستويين مستوى الأستاذات أو الأستاذ المدرسات؟ بالنسبة للأستاذات هذا العنف هو أقل وطأة ويظهر في مناسبات مخصوصة خاصة يظهر في التمييز بين المدرسين والمدرسات في توزيع أجندة الامتحانات هذا إذن ما لحظناه من خلال مقابلتنا مع الأستاذات؟ يمهر في حساسي إذن في التمييز بين حساس المراقبة التي يجب أن تقوم بها الأستاذات؟ هناك جوانب تتعلق بالقوة الجسدية للمرأة وماذا يمكن أن تقوم به بالنسبة للرجال؟ هذا بالنسبة للأستاذات ولكن ما دعم الطالبات؟ إن أبرز ما ظهر لنا هو التحرش الجنسي هذا التحرش في العلاقة التفاضلية أو الترتبية بين المدرس والطالبة فبحسب موقعهم كأستاذة فأن هؤلاء الأستاذة يمارسون أو طبعاً يتعلق الأمر بالبعض الذين تتعلق بهم حالة التحرش يمارسون التحرش إزاء الطالبات ويستثمرنا ويوظفنا ويوظفون عفواً نفوذهم الرمزي الرمزي الممارسة هذا التحرش خاصة أنه لا يوجد مثاق أخلاقي لمنع هذا التحرش وهذا ما صرحت به لنا الطالبات ثم هناك نوع من التحرش المعنوي خاصة ومصلت على الطالبات مرة أخرى أن نحتاج إلى قواعد وإلى هياكل وإلى مواثيق تمنع هذا العنف وهذا التمييز وإلا فأن هؤلاء الرجال سيواصلون ممارسة التحرش بعيداً عن أي شكل من أشكال التجريم أيضاً هناك عمليات الإحراج يقوم بها الرجال وهو ما يحدث قلقاً وإحساساً بعدم الأمان لدى الطالبات ولكن رد الفعل هو نوع من الخمول فهناك صمت تفضل الطالبات أن تلجأن إليه بدل الإحتجاج أو الإدانة هذا التحرش وأربما بسبب هذه العلاقة الترتبية بين التفاضلية بين الأساتذة والطالبات وبالنسبة للتوصيات أقترحت إذن إجراءات إدانة لهذا العنف وتجريم مثل هذه الممارسات وأقترحنا تدخلات على مستوى استراتيجي حتى دخل قائداً مناخاً صحية للدراسة والتعلم داخل أجمعات مع الأسف الصوت سيء جداً أحاول وأره ذلك التد ولاحظنا أن بعض الأستاذات يقمنا ببعض المبادرات للتوقي من هذا العنف على مستوى دوائر القرار ودوائر النفوذ الذي يمارسه الأساتذة على طلبتهم وعلى المستوى القريب اقترحنا اقترحنا أن تكون هناك إجراءات متشددة للحد ومعاقبة مثل هذه الممارسات من شأنها أن تحدى طبعاً من هذه الممارسات وأن تفرض الإحترام للأستاذات والطالبات اللواتي يكابدنا هذا النوع من العنف اقترحنا أيضاً برامج تحسيس التي تهدف كل الفئات التي تتحرك داخل الجامعة سواء الأساتذة أو الأطر أو الكوادر الإدارية أو الطلبة والطالبات إذن عملية التحسيس سواء الأساتذة أو الأساتذة fin demان المذيشفة التي تصبر الطلبة أبقاً اشتركوا في القناة اذا سأقدم التقرير التونسي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الاماكن العامة وخاصة في الجامعات وقد أعده ماهر تريمش عالم الاجتماع وأنا نفسي هل يمكن أن أقسم الشاشة بيني وبينكم؟ وإلا سأتحدث باختصار عن هذه الدراسة إذا سأتحدث عن أهداف هذا البحث الخاص بالعنف نعرف أنه سنة 2010 كانت هناك دراسة وطنية إذن بحث عن المستوى الوطني على العنف إزاء النساء قام به الديوان الوطني للأسرة وقد أفضى إلى وجود 47.6% من التونسيات اللواتي هنا ضحايا العنف في الفضاء الخاص الذي يمارسه الزوج أو أحد أفراد العائلة وسنة 2016 قامت الكريديف إذا مركز الكريديف قام بدراسة حول العنف القائم على النوع الإجتماعي في الفضاء العامة وهي أول مرة وقد أفضأ البحث إلى وجود 53% من النساء اللواتي يتعرضن إلى العنف في فضاءة الترفي وفضاءة العمل إذن مرة امرأة على أثنين قد كبدت هذا العنف في مثل هذه الفضاءات في الحافلات لا السيدة سليمة لا أسمع صوتها الميكرو مغلق السيدة سليمة إذن كل البحثين الذين اشتغلوا على العنف ترجمة نانسي قنقر إذن لم يتم الاشتغال على العنف في الفضاء الجامعي وكأنه فضاء مغلق صحيح أن هذا الفضاء يحدده قوانين مخصوصة وقارنة بالفضاءات الوظيفية الأخرى سأقدم أشكال العنف التي تكابدها النساء إذن سأقدم أشكال العنف العنف الجسدي الجنسي طبعاً هذا عنف قائم على التمييز بين النساء بين النساء والرجال وهو يقود إلى عدم تكافأ الفرص في كل المجالات بين النساء والرجال وقد تسألنا حول الأسئلة التالية وهي تساؤلات أربع وما هو التمثل الاجتماعي للجامعة لمختلف الفاعلين هل هو فضاء وظيفي فضاء عام فضاء اجتماعي هذا التمثل لدى مختلف الفاعلين الذين يحتلون هذا الفضاء أي الطلبة الطالبات الهيكل الإداري والهيكل التدريسي وما هي المقييس التي يعتمدها هؤلاء الفاعلون لإيجاد هذا التمثل ثم ما هي أشكال هذا العنف القائمة على النوع الاجتماعي وما هي الاستراتيجيات التي تلج إليها مختلف الضحايا لإدارة بين قوسين هذا العنف وتجاوزه وأخيرا ما هي أثار العنف ولا مساواته على الحياة المهنية وعلى النجاح الدراسي عندما نتحدث عن الحياة المهنية أو الضغفية نتحدث عن الذين يشتغلون بما في ذلك الإطار الإداري والأساتذة إذن المقاربة هي مقاربة كيفية من خلال اللقاءات النصف التوجهية والفرق البؤرية باعتماد معطيات سوسيولوجية العمر الفئة الموقع الاجتماعي السكن إذن اعتمدنا مختلف تغيرات هذه الدراسة أنجزناها ما بين 2018 و2019 وهي تعطي كل المتدخلين في الفضاء الجامعي دون استثناء بأخذ العين الاعتبار مختلف المواقع من العميد أو العميدة إلى حارس وذلك دون تمييز ما بين المواقع الإدارية طبعاً لأيجي أنا بالطلبة والأساتذة على جميع المستويات إذن كل الطالبات المسجلات في السنة الأولى في الماجستير وفي الدكتوراه إلى غير ذلك ركزنا على جامعات سوسا غطت خاصة كلية الأداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق والعلوم السياسية ومعهدين المعهد الفنون الجميلة والمعهد العالي للمالية والجباية بالنسبة للمتائج إذن سأقدم إذن كيفية احتلال هذا الفضاء الجامعي وسأركز على المتائج الرئيسية المرتبطة بأهداف التدخل والأنشتاء المقامة للتوقي من العنف ومن المهم أن نشير أن الهيكل الإداري لا يرى في الهيكل التدريسي هيكلا وظيفيا فهو ينظر إليها أنه نقبوي وينتج سلطة وزبونية وحيمنة إذن بالنسبة للتمثلات كما قلنا بالنسبة للإطار التدريسي هو إطار ينظر إليه على أنه نخبوي ومنتج للهيمنة والتسلط وقائم على التفاضلية أو التراتب والقطاعية إذن هي تعيد ومقالة وتضيف أن بالنسبة للهيئة التدريسية ترى في أن هذا الفضاء فضاء قائما على علاقات توتر سوى على مستوى إنتاج المعرفة على مستوى اللجان العلمية والأنشطة بالنسبة للطالب والطالبات بالنسبة لهم ولهن هذا الفضاء هو فضاء الطموحات وانتظارات طموحات شخصية فالطالب الذين يدخلون الجامعة يشعرون أنهم مميزون بالنسبة للشباب الذين لم تكن لهم فرصة النفاذ إلى الجامعة أو الدخول إلى الجامعات الصوت ينقطع لا يسيلوني الصوت لا يسيلوني الصوت لا يسيلوني الصوت إذن نوعية الصوت ليست جيدة تقول يطلب منها أن تغلق الكاميرا لأن الصوت لا يسيلنا أو لا يسيلكم أنتم إذن الثكرة الثانية التي نستخريجها من هذه الدراسة الحساب العنف القائمة النوع الاجتماعي فهذا الفضاء الذي يغطي مؤسسات التدريس والمبيدات الجامعية والمطاعم الجامعية هي فضاءات يمارس فيها التحرش المعنوي والجنسي إزاء الطالبات من قبل الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية أي أن الطالبات هن الضحية الأولى لكل هذا التحرش العنيف والتمييزي عندما تتحدث النساء الإداريات عن العنف المسلط ضدهن أو المدرسات فأنهن يتحدثن بكثير من التردد لأنهن يخفن على مواقعهن الإدارية الصوت ينقطع الصوت مكتوع الصوت مكتوع العنف الظاهر الأكثر ظهورا وضوحا هو العنف السياسي فالجميع يقبل بوجود هذا العنف السياسي وهو عنف معنوي وجستي إذن هذا العنف مسلط على نقبة الطلبة الجامعة والجامعة تعيد إنتاج التمييز الجنسي المرتبط بالأنوثة والذكورة ومرتبط بموقع المرأة وبهوية هوية النسائية والرجالية وهناك وهناك فكرة وجود أن الجامعة تعيد إنتاج كل الممارسات التمييزية الجنسانية التي يمارسها المجتمع في الفضاءات أخرى ما لاحظناه أيضا من اعترافات الطالبات والنساء وبما ذكره بعض الرجال أن القاعدة العامة هو الصمت فالفضاء الجامعي هو فضاء محافظ محافظ لا يتحدث كثيرا ولا يدينه كثيرا هذا العنف بالرغم أن الجامعة تعتبر فضاء نخبوي وهذا التمثل لهذا الفضاء النخبوي تضاعف من تبجل إذن هذا التصور النخبوي ترتقي بتمثل هذا الفضاء ولذلك يتم التزام الصمت إزاء استغلال النفوذ نفوذ الأساتذة أو الإداريين إزاء الطالبات رغم اعترفهن بأن هذا الفضاء هو فضاء هيمنى فضاء تسلط وعدم التجريم وهي هو قاعدة ثانية تحكم هذا الفضاء حتى لو أن الضحية تثور وتتمرد وتريد رد الفعل ضد هذه الممارسات العنيفة والمجيزية ولم يكون ذكر ثم شكرا شكرا ولم ترجم عدم التجريم هو القاعدة مع ملاحظة أنه لا يوجد تضامن عدم تضامن مثلا على سبيل المثال زميلات الطالبات أو زميلات الأستاذات لا يرغبن في تقديم شهادات تخص الممارسات التمييزية والعنيفة التي تعرضت لها زميلاتهم وعادة ما يبرر هذا العنف بالفرق الجسدي بين النساء والرجال أو لأن النساء يبعثن على الإغراء ويغرين الرجال إذن هناك نوع الأفكار المقبلية التي ربما تحول دون إدانة هذا العنف لذلك نحن قد أوصينا بوضع إجراءات وأليات مخصوصة بالجامعة للحد والتوقي من هذا العنف بما في ذلك تطبيق القانون لـ 2017-58 المؤرخ في 11 أغسطس 2017 الخاصة بتجريم العنف إزاء النساء الذي يجسد أن خراط الدستور وإحدى أحكام الدستور وهو الفصل 46 لدستوري 2004 أوصينا أيضاً بتحسيس وإقامة حملات تحسيسية لتوقي من العنف وطلبنا أيضاً بحماية الضحية ومرافقتها وإقامة مثاق أخلاقي لممارسات جيدة تكرس المساوات وتم اقتراح حتى إيجاد أو بعض فضاءات للاستماع للضحايا وبالنسبة لهذا المثق الأخلاقي هذا عمل يتم على المستوى القريب والمستوى البعيد وفي النهاية إذن كسري هذه المواقف المعقبلية أو العدائية إزاء النساء في هذه الفضاء شكراً على حسن استماعكم لكن الصوت كانت متقطعاً جاولا، Merci pour cette présentation جاولاً لأستبيعين مهاركي لأننا سنحن سنчик سنقوم بالنسبة لنظر ونفقت لشؤون البرقات سنتجد إلى مع بعض المساوات ومن المحاوات ونسبة لنسبة لنكوز أدفع المسبة لنكوز شكراً لنكوز ليلا أثمن سمع هذه المترجمات. سيدة وقرية. أرهب الماضي. أرهب المترجم للإعادة. موسيقى donc j'ai une remarque à propos du rapport sur la situation au Maroc je vais donc me focaliser sur la violence à l'égard des enseignantes universitaires donc d'habitude la violence entre les deux sexes c'est une violence basée sur l'hierarchie et sur le statut autoritaire de celui qui exerce la violence et celui qui la subit mais nous remarquons que dans certains contextes par exemple les contextes de situation d'examen ce sont les professeurs femmes qui souffrent de la violence exercée par les étudiants donc bon donc les professeurs universitaires femmes subissent beaucoup plus la violence basé sur le genre beaucoup plus que les professeurs hommes donc les professeurs interviewés nous ont parlé de cette discrimination sexiste et qu'elles subissent des pratiques hostiles que ce soit de la part des étudiants des étudiantes ou de la part des cadres je m'excuse si je voilà je m'excuse si je ne parle pas français mais elles parlent le dialecte marocain donc d'une manière générale elles se sont pléniées de l'absence de cette relation verticale hiérarchique qui existe entre les professeurs et les étudiants donc on a cassé le paradigme je crois que votre remarque s'applique aussi sur sur la recherche élaborée en Tunisie doctora Lilia membre du comité scientifique de ce rapport donc madame Lilia Othmani est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour cette recherche sur la situation en Tunisie est-ce que vous avez طالبات إذن كان مطلوب منا البحث عن سبل لترقي هذا الموضوع وعن آليات للتوقي من العنف وأعتقد أننا نفتقر إلى كثير من البحوث في هذه المجال إلى دراسات وصفية ودراسات استكشافية تغطي ما يحدث في الفضاءات الجامعية كنا مدعوين أن نحدد الفضاءات التي سندرسها وكان مطلوب منا أيضا أن نحدد العلاقات الاجتماعية السائدة داخل هذه الفضاءات وقد وقفنا على معطيات لم نكن ننتظرها وهو ما يحفزنا على البحث عميقا في المستقبل في مثل هذه العلاقات وعلى إنصات ما تعبر عنه عفوا الطالبات في هذا المجال وأعتقد وأعتقد أن هناك معاناة وآلم نفسي يعوق يعوق كل استثمار لألفضاء واستثمار لدراسات وكذلك بالنسبة لاتخاذ القرارات للتوقف من هذا العنف أعتقد أنه بالنسبة لاتخاذ القرارات الخاصة بإيقاف هذا العنف فأعتقد أن هذه القرارات محكومة بالصمت وهذا هذا الفضاء هو هو الفضاء محكوم بطريقة للإشتغاث وهو فضاء لا يوفر نفس الحظوظ للنساء والرجال ثانياً نحن مدعوون إلى الحديث عن نوع من مؤسسة تدير هذه هناك مأسسة لهذه العلاقات الاجتماعية بالنظر للنوع الاجتماعي وأعتقد يجب أن نوفر خلايا لنساطي الضحيات حتى ندرك صعوبات الطالبات ويجب 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 لا نكتفي بالإنساط يجب أن يكون هناك صدى لما يستخرجه المسؤدون عن خلايا الإنساط الإنساط الضحايا وبالمسؤولين عن هذه المؤسسات لاتخاذ إجراءات عملية وإلا فأننا سنواصل كبتي هذه الأصوات وكأنها لم تتكلم ما ما وددت ما وددت أن أضيف هو أنه هناك نوع من المأسسة للوصم وصم النساء أستاذات أو الطالبات ونواصل غلاق ويجب أن تصل هذه الأصوات إلى أصحاب القرار حتى نقف مسلسلة العم في هذا وشكرا أصحاب وذلك أضيف أكثر سنواصل أن أصحاب سنواصل أقول أجل أكثر إليه أعيق سنواصل الأكثر قومت أكثر اتخذ أكثر أكثر قيمت أكثر أكثر سوف أعطي المترجم من المترجم اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 لأن م. x تنايل تلك المترجمات لتنعيك لجلسل بڑير المترجم بالناسبة للحظة تتسنى لها المثالة بشكل كله يتعلق مهارد فقوم يتعلق المدرسة تتأخذ المدرسة نعني تحقيق مجدد ولكن تتخذها المدرسة ليعرفت لهم مطالع حولي ليس علي و أن يكون لي المدرسة بشكل و أنهم تكون بالنسبة للحظة mais ce n'est pas toujours le cas des femmes, par exemple. Donc, ça aussi, c'est un peu plus important. Je pense que c'est une qualitative qui est représentative. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est les résultats. À mon avis, je suis ce seul homme qui sait de quoi je parle. On va renseigner la méthodologie plusieurs années. Je pense qu'elle est suffisamment représentative. Je remercie tous les autres. Juste une petite chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de défendre comme la Constitution le dit, la parité dans les structures élues à l'université ? Parce que je me dis aussi la présence de femmes convaincues, etc., par les droits de femmes et tout ce qui est la question de la Constitution et des droits, pourrait aussi réduire le harcèlement. Et puis, je pense que les cellules d'écoute sont absolument indispensables avec la charte d'éducation. Voilà. Merci, professeur Dora Mahfouz. Professeur Kamil Bagdedi, ne dépassez pas trois minutes. Je suis de Wajda. Je vais vous parler de la France. Je suis de Wajda. Je vais vous parler de la France. Je suis de Wajda. Camerée Al-Antemus me dérange la France. J'ai eu une des cultures qui a fait dans l'immense ? Il y a eu, j'ai eu une des cultures dans l'ambiance. Il y a eu, il y a eu, d'éteile dans le DH un défi. J'ai eu eu, dans l'éteile il y a eu, dans l'éteile dans l'Eteile. Il y a eu, Di là, on peut. je suis de Wajda. أن هناك عنف مسلط من النساء إذا النساء من الطالبات ضد الطالبات ومن الطالبات ضد الأستاذات هناك هذا العنف وأود أن أشير إلى أن هناك الأستاذات وعانينا من العنف المسلط عليهن من طالباتهم لا أعرف أعتقد أنه علينا أن نعدل من النصوص القانونية سواء في المغرب أو في دونس للتوقف من هذا العنف واعتبار أن الجامعات هي الجامعات هي فضاءات عمومية مخصوصة تتعايش فيها الإطارات الإدارية وممثلي النقابات والأساتذة والطلبة هذا ما عندي وأشكركم جميعاً على الترحي هذا الموضوع التابو البسكتي عنه وإذا ما سمحت سيدة سليمة أضيف كلمة أخيرة أن أضيف التوصية وهو إيجاد مرافقة نفسية اجتماعية للضحي للضحايا وأيضاً فكي ماجستير ومخابر الدراسات حول هذه المواضيع الحارقة الخاصة بالعنف القائمة على الجنس أنا أدعوك لقراءة الملخصات لأنك ستجد العديد بين الإجابات على الأسئلة والملحبات التي فرحتها أدعوك لقراءة الملخصات لأنك ستجد العديد لأنك ستجد العديد وإذا أشكر كلاوسر على هذه الفرصة المتاحة للتبادل الأفكار وأشكر المتدخلتين على العرضين الهمين وأشكر أيضاً لطرح هذا الموضوع المسكوتي عنه كتونسية أنا مسؤولة عن منظمة ممتدى الفيدراليات ولكنني كنت أستاذة جامعية وشاهدت هذا العنف في الجامعة ولكنه كان موضوعاً مسكتاً عنه هناك عنف من الأساتذة تجاه الأساتذة التحرش يتم يتم إزاء النساء خاصة في بداية مسارهن المهن وهنا يحبنا من تعرف هذا المسار المهني لذلك يفضلنا الالتزام بالصبت أود أيضاً العودة إلى بعض التوصيات التي تم تقديمها والتي أنخرجت فيها عندما كنت أستاذة تحدثنا عن مراكز إنساء على حضور عالم أو عالم نفس لمرافقة الضحايا من الطالبات ولكن الطالبات لم يكن يرغبنا في أن يتم الاستماع إليهن بالجامعة حتى لا يضعفنا من إقصائهن وخاصة أنهن يشعرن أنهن مسؤولات على ما يكابدنهن من عنف هذه التوصيات الأولى هو أن تتم حاليا حرج الجامعة التوصيات نشرع مبادئ المساواة وكل المبادئ التي تقوم إلى النهور بالمرأة ونحن شركاء في هذا المشروع من أجل تبكين النساء في القيادة وهو ممول من طرف الحكومة الكندية وأقول لصديقاتي من المغرب أنه لدينا لدينا وحدة الدراسة حول النوع الاجتماعي في الكليات في تونس والسيدة سيهام والسيدة ديلي أعتقد هنا بصدد أعداد دراسة عن القيادة النسوية ومن الذي يعوف قيم هذه القيادة النسوية وهذه طبقات نحن بصدد دراستها وأعدادها عن كيفية تمكين النساء القيادات ومن من دمني من ترحوه هو التواصل من العنف النسوية هناك 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 من الأولى على المنزل ومع المنزل ومع المنزل في المنزل هناك أجل يجب أن ينزل جديد أن يمع المنزل المنزل ونزل ولل تركائم الواجهة المنزل المنزل ومجدوية مجدوية أجل يجب أن يكون هناك مرة أخرى من المعارضة كانت وقالتها بالأساسي من سنكوان قبل المنزل وليس لمجرد من المنزل وقالتها المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل لديك أمين السوسي Mme Salwakannou 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 dans les universités par rapport à la violence subie par les femmes universitaires et étudiantes et travaillant dans l'administration. D'où la nécessité d'élaborer des stratégies pour prévenir cette violence et auxquelles doivent se joindre les associations et les organisations internationales et nationales qui défendent les droits des femmes, il faudrait qu'il y ait une volonté politique dans une approche droidhomiste et je voudrais connaître quelle est la stratégie de KAUFER dans ce sens-là. Merci. Madame Siwara Mouerli, je voudrais remercier KAUFER pour cette invitation et pour ce de partenariat. Je remercie Madame Hédia. Je vais parler d'un projet qui va être élaboré en par notre club à Nasser. Voilà, j'ai voulu mentionner ce partenariat avec KAUFER et entre le centre KAUFER et notre club. Je reviens à Madame Lillia. Je m'excuse, il y a des coupures de sang. Donc, Lillia, la semaine, je suis enseignante. et je suis enseignante. Je suis éteinte. Je suis en train de faire des cuits des processions dans le projet, et je suis éteinte dans ce projet. هذه المبادرة التي تفتح طرق جديدة للبحث وأن أشاطر السيدة در محفوظ على النوعية الجيدة لهذا البحث والسؤال هو إلى أين سنذهب إلى أين سنتجه خاصة أن هذا الموضوع كان دائما محكوم بسأسامت وقتبرا موضوعا تابو من المهم إيجاد عمل هذا المرصد ولكن مهم تواصل البحث على مستويين يخص الحالات العملية المحسوسة وتتبع قصص النساء لواتي نظر من أجل الإفلات من هذا العنف ويجب أن يكون هذا البحث متكاملا مع هذا البحث الذي قدمناها للوقوف على جميع رهانات هذه المسألة ومن المهم من المهم أن ندرس كل القوانين والأحكام التي تغطي هذه المسألة في البلدان الأخرى حتى نسترشد بها من المهم أيضا الإشارة إلى أن المؤسسات الجامعية لا تتم مراقبتها ولا تتم مراجعة تسرورها إزاءة طالبات وتساؤل حول ضرورة حماية هؤلاء الطالبات ويجب أن نحرك سواكن هذه الجامعات حتى تهتم بحماية الطالبات والأستاذات وأنا أتفق حول مسألة إجراد وحدات تدريس حول النوع الاجتماعي في جامعة من نوب أعتقد هناك هذه الوحدة ويجب 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 أن تتجه فقط يجب أن تتجه الأبحاث ليس فقط نحو أبحاث النظرية ولكن أبحاث طبي إلى تدخلات عملية محسوسة في جميع الجامعات وأود أن أحيي مرة أخرى وجودي في هذه المناسبة حتى نذهب إلى قدما لقد تجاوزنا الوقت ونعطي الكلمة لسيدة أمينة سوسي سيدة سوسي لقد انقطع الختم وذات إضافته هو أن حماية الطالبات يجلب البحث عن أسباب الاقتصادية والاجتماعية ما الذي يجعل الطالبات ضحية التحرش الجنسي وأشكال العنف الأخرى فأغلب هؤلاء الطالبات هنا من أوساط اجتماعية حشة ويجدنا أنفسهم ضحية أو فريسة مثل هذه المبارسات وأعتقد أنه يجب أن نكون حاضرين أثًا أحد للطالبات والتأكتر والجميع يجعل المبارس أتعالي مضع أشكرا لقد قلقوا أتعالي أتعالي وكما أتعالي جميع أرغ rewind بي أتعالي وكما أتعالي أعود لقد طبعا ستواجد وقت دعوتي نفعلها باستخدام ولكن لا أبدو بأنه لا يضع الانسان الانماعية في المدينة لا يجب أن تبغير المدينة كأسفة أبدا لا يوجد أسفة أبدا أما الأẽ أبدا حوالك أبدا أبدا فالانسانيا وهي حلالة القزيز التي قدمتها ويوجد تجاهل تشبه ويجب أن تجاهل تشبه ويجب أن تجاهل تتراجع لأنشخص اجاب مرد أن تجاهل 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 ويجب أن يجب أن تكون تجاهل 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 المترجم للقناة 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 de violences, donc il faudrait mettre pas à la punitive et incriminer les auteurs de ces civils. On va donner la parole à Madame Maali de la Jordanie. إليها. هي التي يتبقى بالفعل أنني لا يكتمكن بالأطرق. سيكون هناك وأجيب رد لي بحقيقت بحقيقة على أن يابدوا تحكيَّمهم لفقيقة والعودة الشراء. وأيضاً بالضوحة للمساعدة العربية. أقلت للمساعدة أحب بعض الأشياء أحبب أن يكون لديك من أمام أمام والآن أمام أمام أننا أحبب أن نتحدث عن منتحدث أن يتحدث على أن يمتحدث لن تقلق على المساعدة لن تقلق تدونسي أمام تحرمت ونفست ونفاق على ونفاق على ونفاق على ونطرح. أجل أتبع أمام أحسن أجل 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 إبارة إذن هناك أعمالي ترابط إبارة كما كان لدينا أساسي أساسي أساسي. كما يعتقد أننا نعرف هذا أساسي. ويراناً، كانت تتعلم في كل جديد المتحدة المتحدة في تنزيين. لأن أعرفوا أعرف أنهم سؤالهم أنهم سؤالهم وقعوا أنهم سؤالهم على أعرف أنهم سؤالهم هذا لذلك يمكننا أن يدعون أنهم سؤالهم comme l'UNFC, la Ligue d'Organisation des Femmes Démocrates, etc. Donc, des organisations dignes de confiance. Voilà Mme Sihem, peut-être si elle voudrait ajouter quelque chose. Et je vous remercie, madame Sihem, la Buraoui et tous ceux qui sont rencontrés par Koufer. L'adresse, j'ai suivi ce qu'on auparavant, et ce n'était pas important pour nous, à la première fois, que Koufer était en train d'avoir une échecure, أنها طرحت هذا المشكلة الشائكة هذه القضية الشائكة لأنه من الصعب استنطاق الضحايا والحديث عن تجاربهن إذن هذه التجارب قد استمعنا إليها والأمر لا يتعلق فقط باستجواب السعيدين ولكن بالدخول إلى الفضاء صعب وهو مغلق وهو الفضاء الجامعي وقد تبعت كلما سار هذا البحث وما وجدته هاما في هذا البحث هو أنه كانت هناك ديناميكية في هذا البحث على المستوى المنهجي كان هناك التنوع في تقنيات البحث والتقصي وكانت هناك مقابلة معامقة وهذا لم يكن بديهيا لأن البحثين حاولوا أن يدفعن الضحايا للحديث عن تجاربهن وكان هناك بعض التردد في الحديث عن التحقب في الحديث عن هذه التجاربه وأود أن أشكر السيدة درة محفوظة التي رفقتنا في هذا المسار هذا البحث كان استكشاكي لأنه سمح على الوقوف على العديد من الاتجاهات وعلى الوقوف على السلم الترتبي أو التفاظلي للفاعلين داخل الجامعة التاتي بإطار إداري وطلبة ومن المهم أن نستهدف كل هذه الفئات ولا شك أنها مغامرة أن ندخل أو أن نلجى هذا الفضاء الجامعي ويبدوني أن هذه خطوة ويجب أن ندخل هذه الفضاء المؤسساتية التي تبدو مغلقة وهناك مؤسسات أكثر انغلاقا من غيرها وأن نتوجه لا فقط للذين يمارسون العنف ولكن نتوجه أيضا للمسؤولين وتحسيسهم بأهمية مثل هذه البحوث وأن أهمية عمليية سنطاق والبحايا ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر 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 أود أن أشكرك أنت سليمة شكرا بما أنني كنت منذ الصباح أشتغل عبر الزوم إذن أتمنى بولدتها الشفاء وأود أن أشكر كل الشبان وكل الشركة وكل الجمعية وصريقة كوثر سليمة حديد سليمة حديثة سليمة حديثة سليمة حديثة سليمة حديثة سليمة حديثة محقرة empecé على ساتسان أردت أنه بدء أشكرا أشكرا ما ينسى تفكر أردت أن لا يسأل مجانسية مرسلما 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 شكرا